السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مدرسة أطفال الرمثة النموذجية من كتاب اللغة العربية للصف الخامس اليوم سنتكلم بالقاعدة جديدة عنوان هذه القاعدة ألا وهي النكرة والمعرفة سنبين من خلال هذه القاعدة ماذا نعني باسم النكرة والمعرفة وأيضا كيف نميز بين النكرة والمعرفة وما هي علامات النكرة وما هي علامات المعرفة لكن أولا دعونا نعرف ماذا نعني بالنكرة والمعرفة نعلم بأن في الكتاب اللغة العربية أو بالأحرى في قواعد اللغة العربية بأن الكلمات تنقسم إلى قسمين من حيث ما تدل عليه ما هي أولا هو الاسم النكرة وثانيا الاسم المعرفة الآن سنميز أو سنبين ما هو الاسم النكرة لنتأمل معا في الجمال الموجودة معانا في السبورة ونقرأها ثم نبين هذه الكلمات التي خطى تحتها في الجملة الأولى هنا قد كتب في الحقيبة كتاب وفي الجملة الثانية سأل رجل عن والدي وفي الثالثة شاهدت مدينة جميلة في التلفاز لو تأمننا قليلا في الكلمات التي خطى تحتها كلمة كتاب وكلمة رجل وأخيرا كلمة مدينة لو لاحظنا على هذه الأسماء فإن هذه الأسماء دلت على أشياء عامة غير محددة أو على جنس بأكمله عندما نقول كلمة كتاب هنا لم نحدد أي كتاب وإنما قد حددنا بشكل عام والرجل كذلك نفس الشيء عندما قلنا رجولا وأيضا كلمة مدينة أيضا هنا لم تدل على شيء معين وإنما دلت على شيء عام على شيء عام وهذا ما يقال عنه في الإسم النكرة إذن إذن لو تأمننا قليلا إلى كلمة كتاب رجل مدينة هذه الأسماء تعد أسماء نكرة إذن تسمى أسماء نكرة فهذه الأسماء النكرة تدل على شيء عام تدل على شيء عام هناك ملاحظة على الإسم النكرة إسم النكرة لا يقبل أل التعريف وهذه هي تعد علامة من علامات خاصة بإسم النكرة فإن أبدا بتاتا لا تقبل أل التعريف والأل التعريف هي أل المعرفة التي تكتب بهمزة ولام وهذا ما يسمى بأل ماذا بأل التعريف فإذن غير مقبولة بإسم النكرة فإنها غير مقبولة بإسم النكرة وهي تعد ماذا علامة وهناك علامة أخرى من علامات الإسم النكرة نلاحظ بأن كتاب جاءت ماذا اسم منون وهنا جاء تنوين الضم ورجل أيضا اسم منون ومنون بتنوين الضم وأخيرا كلمة مدينة أيضا اسم منون وأيضا منون بتنوين الفتح إذن هذا دلالة على أن الإسم النكرة يقبل التنوين فقط لا يقبل التعريف فإنه يقبل التنوين فالنكرة اسم منون لكن لا يعني أن كل اسم منون يعد نكرة هذا الشيء لابد أن نلاحظه إذن أنا فقط تكلمت على أنه من علامات اسم النكرة يأتي منون ولا يقبل للتعريف لكن الآن لننتقل إلى القسم الآخر من حيث الدلالة ألا وهو المعرفة لو تأمنا في الجمل أو الأمثلة التي كتبت على السبورة المثال الأول الكتاب في الحقيبة والمثال الثاني سأل عمرو عن خالد والمثال الثالث زرت عمانا الأسبوع الماضي لكن نلاحظ كلمة الكتاب وأيضا نلاحظ كلمة عمرو ونلاحظ أيضا كلمة عمانا لو تأمننا قليلا على هذه الكلمات الكتاب عمرو عمانا لو وجدنا بأن الكتاب دلت على شيء معين وعمرو أيضا دلت على شخص وعمانا دلت على اسم مدينة فإذن نجد بأن هذه الأسماء تدل على أشياء واحدة لكن هل هناك علامات للإسم المعرفة؟ إذن ما هي علامات اسم المعرفة؟ أول علامة ألا وهي التعريف التعريف أي اسم مبدوء بالتعريف يعد ماذا؟ اسم معرفة يعد اسم معرفة مثل لو قلنا المدرسة أو قلنا الكتاب القلم أي اسم يتم كتابته أو بدايته بالتعريف فإذن جميع هذه الأسماء تعد ماذا؟ تعد معرفة تعد ماذا؟ معرفة العلامة الأخرى أو العلامة الثانية من علامات اسم المعرفة ألا وهو الاسم العلم اسم العلم كأسماء المدن وأسماء الأشخاص وغيرها مثلا في قولنا مثلا في قولنا حنين عمان جرش وأيضا سهاد هذه أسماء تعد أسماء علم وأيضا تعد كأسماء المدن كأسماء الأشخاص فهي تدل على شيء معينة فإذن هي تعد ماذا؟ اسم معرفة يعد اسم معرفة هكذا قد ميزنا بين الاسم المعرفة واسم النكرة وبينا علامة كل من النكرة والمعرفة وأحنا قد هنا أنهينا هذه القاعدة متمنين لكم الفهم وأيضا إن شاء الله سنقدم لكم قاعدة أخرى في فيديو آخر ويعطيكم ألف ألف عافية